هنروح لكرة اليد ولكن لنشئين منتخب مصر بقيادة مجد أبو المجد بيتوّق طبعا ببطولة أفريقيا استكمالا لمنتخب الشباب اللي فاز ببطولة أفريقيا واللي كانوا معنا أبطال منتخب الشباب كانوا معنا الحلقة اللي فاتت دول النشئين الأصغر شوية موليد 2004 اللي فازوا ببطولة الشباب موليد 2002 2004 فازوا ببطولة أفريقيا على نفس الصالة صالة رواندا اللي بينا في الصورة معنا دي صالة رواندا في كيجالي العاصمة الرواندية استطاعوا أن هم يفوزوا على منتخب رواندا في النهائي 51-29 زي بالضبط منتخب الشباب ما فاز على الجزائر 35-15 في المباراة النهائية بفارق 20 هدف النهاردة منتخب الناشئين ودي الفرحة الكبيرة طبعا اللي بتبقى يعني أسعد لحظات اللاعب والجهاز الفني والاتحاد نفسه لما بنتوج أفريقيا طيب لو تفتكروا يعني الحلقة اللي فاتت كان معنا منتخب الشباب وفي الإشادة من كل منتخبات والمديرين الفنيين الأفريق أن مصر ستتسيد كرة اليد 10 سنوات قادمة مش عشان منتخبنا الكبير أو منتخبنا الأول قوي ولكن عشان الشباب أبطال أفريقيا والناشئين أيضا أبطال أفريقيا كابتال مجد أبو المجد المدير الفني فاس بكالس العالم من سنتين تقريبا المنتخب بيضم أربع العيبة من نادي الأهلي كان محمد صلاح وبلال إبراهيم ويوسف عبدالغني ومعاز عزب وكان لهم دور كبير جدا في الفوز ببطولة أفريقيا للناشئين إذن لا خوف على مستقبل كرة اليد في مصر الاتحاد ماشي بخطوات سابتة كابتال حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى طبعا بيقوم بدور كبير جدا في رعاية اللعبة حتى وهو في الاتحاد الدولي ولكن عينه على بلده مصر ودايما دايما بيدور لها الأحسن والأكفأ وبيدور لها على الإعدادات والمنتخبات يعني دايما بيساند بلده وده مش غريب على دكتور حسن مصطفى ألف منهم مبروك وإن شاء الله يقدوا أداء كويس منتخب الناشئين لبطولة العالم لتأهلوا لها الصف القادم إن شاء الله كل التوفيق ليهم بإذن الله